اشتركوا في القناة تنتهي لعنة عدم الفوز عليهم ليبقى السؤال الاهم هل يكفر غارث ساوثغيت عن دنبه مع منتخب انجلترا بعد 25 عاما في عام 1996 كانت انجلترا تقوم باهم محاولاتها لانهاء السنوات العجاف التي تلت فوزها بكأس العالم 1966 حين استضافت بلاد الضباب بطولة كأس امم اوروبا تحت شعار عندما تعود كرة القدم الى بيتها بتلك الكلمات حاول الانجليز تشجيع انفسهم بعد ان سبقهم الجميع في اللعبة التي اخترعوها وبالفعل تمكنوا بقيادة الان شيرر وتدي شيرنجهم من الوصول للدور نصف النهائي في تلك الليلة لم يشأ الانجليز والالمان حسم الامور ببساطة فذهبت المباراة لركلات الترجيح حيث انتهت الرحلة على يد منتخب المانيا بضربات الجزاء الترجيحية نعم ذات المنتخب الذي لن تنتهي افراح الانجليز باقصائه من يورو 2020 تخيل ان ذلك اللاعب الذي تقدم لتسديد ضربة الجزاء السادسة للانجليز واضاعها هو نفسه الذي يتقدم التشكيلة التي تستعد اليورو 2020 وتحاول معاناقة الذهب قصتنا اليوم عن المدرب جاريث ساوثغيت الساعي لتكفير ذنب مر عليه 25 عاما الامر ليس سهلا على الاطلاق ان تكون الرجل الذي يتسبب بانهيار امة كروية بثاني اكسيد الخيبة واسألوا باجيو كريستيانو وراموس اسكوبار وحتى كيليان بابي مؤخرا ساوثغيت عايش ذات الموقف الكارثي والذي تحدث عنه في كتاب زميله في المنتخب انا ذاك اندي وودمان يقول جاريث في تلك اللحظات بعد صافرة النهاية والتوجه لضربات الترجيح قدم الي تيري في نابلز وبراين روبسون وقال اذا وصلنا لركلة سادسة سوف تسددها انت ويكمل جاريث عاد براين الي بعد لحظات فقط وسألني كيف هي علاقتي مع ركلات الترجيح فقلت لهم نعم سددت من قبل لكن ما لم اقوله حينها هو انني سددت فقط لمرة واحدة من قبل كانت قبل ثلاث سنوات واهدرتها لم يكن جاريث حينها يعتقد ان الفريقين سيلجأ لضربة سادسة لكن عندما يلحقك النصيب فلا مفر قال نعم اراها امامي ستيفن كونس سجل ضربته الخامسة واصبحت خمسة خمسة الان يتوجب علي التسديد لكنني استطيع التعامل مع ذلك نعم استطيع او على الاقل هذا ما حاول ان يقنع ساوثغيت به نفسه انبرال ضربة جزاء السادسة في لحظة من الصمت اما قبل بركان من التصفيق او قبل لحظات حداد كروي فكانت الاخيرة يروي ساوثغيت شعوره عن تلك اللحظة بالقول كنت افكر بانني ساحدد جهتي ولن اتردد لن اسدد بقوة حتى لا تعل العارضة لكن كل هذه الافكار اندثرت لحظة انطلاقي نحو الكرة سددتها وقرأ الحارس افكاري وتصد لها في تلك اللحظة لم افهم ما يجري سألت نفسي ما الذي فعلته اين اذهب واين اختبئ من الجميع الافكار التي تراودك في تلك اللحظات لا يمكن وصفها مرت السنوات ساوثغيت كان الوجه الابرز بين لاعبي جيل 96 في عالم التدريب اتوزع بقية زملائه بين الاستوديوهات التحليلية والتدريب في مستوى اقل بعد تجربة قصيرة مع ميدلزبرا عين ساوثغيت مديرا لتنمية المواهب الانجليزية في عام 2011 لتبدأ رحلة التكفير عن الذنب انتقد جاريت نظام انتاج المواهب في انجلترا ورأى حاجته لكثير من التعديلات لانتاج لاعبين بمواصفات مختلفة على غرار الكرة الاسبانية حيث اتخذ الامر طابعا رسميا عندما شرك ساوثغيت في الاعلان عن مشروع يهدف لاعادة تشكيل ثقافة الكرة الانجليزية تحت اسم انجلند دي ان اي على عكس تلك الرغبة بالتغيير تم تعيين احد اباطرة كرة القدم الانجليزية المدرب سام الاردايس لقيادة المنتخب الاول لكن القدر سيتدخل لابعاده بعد سبع وستين يوما فقط ليجد ساوثغيت نفسه مديرا فنيا للمنتخب الاول قبل اقل من عامين على مونديال روسيا الفين وثماني عشر نجح جاريت في قيادة الانجليز نحو المربع الذهبي لكأس العالم وهو الامر الذي استعصى عليهم لسنوات طوال لكن في طريقه نحو هذا استطاع العبور من بوابة كولومبيا بركلات الترجيح من نفس النقطة التي عايش اسوأ لحظاته بها كرويا وفي واقع الامر لم يكن ساوثغيت وحيدا في هذه القضية المنحوسة فانجلترا قبل مونديال الفين وثماني عشر غادرت ستة بطولات كبرى بركلات الترجيح ثلاثة كؤوس عالم تسعين ثمانية وتسعين الفين وستة وثلاثة بطولات يورو ستة وتسعين الفين واربعة و الفين واثني عشر وبلا شك في ركلات الترجيح انت بحاجة لقليل من الحظ لكن ايضا قليلا من العمل وهذا ما قام به غارث حسب ما اكده دان اشورث المدير الرياضي للاتحاد الانجليزي الذي قام بعمل دراسة خاصة مع ساوثغيت حول اخفاق الانجليز بركلات الترجيح وقام بمحاولة تدارك الامر ومعالجة مكامن الخلل قد تبدو الخطوات السابقة كافية لتكفير ساوثغيت عن ذنبه لكن بالتأكيد سيكون الفوز بيورو الفين وعشرين امرا مختلفا واكثر درامية وقد يخبرنا ساوثغيت انه حلم به منذ لحظة اضاعته لركلة الجزاء تلك وصلنا الى نهاية قصتنا كان معكم عمر من قصة رياضية القاكم في قصة اخرى دمتم في امان الله